ومشاهدين للحديث أكثر حول التطورات في قطاع غزة ينضم معنا أو تنضم معنا رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود من عمان إناس أبو خلف أهلا ومرحبا بك سيدة إناس واليوم مع تزايد المتسارع لعدد الإصابات والضحايا في غزة كيف تتعامل المنظمات الدولية ومن بينها منظمة أطباء بلا حدود مع الوضع الصحي والإنساني داخل القطاع شكرا على الاستضافة نحاول بكل ما نستطيع به التعامل مع التراكمات الهائلة للاحتياجات الطبية والإغاثية في قطاع غزة الذي يشهد تكثيف للضربات الجوية الإسرائيلية على مدار أكثر من اسموعين بالإضافة إلى حصار خانق ولكن للأسف الإمكانيات المتاحة حاليا أبدا لا تتناسب وأعداد الجرحة الذين يستمرون بالتدفق الفرق الطبية منهكة جسديا منهكة نفسيا والوقود أخذ بالنفاذ إضافة إلى عدم توفر المياه الصالحة للشرب كما استعرضتهم قبل قليل وأيضا نفاذ المستلزمات الطبية نحاول نحن التعامل مع الأعداد الهائلة للجرحة ومن خلال وضع آلية معينة لترتيب الأولويات ولكن للأسف هناك توازي في هذه الأولويات من حيث شدة الإصابة وكثافة الأعداد الجرحة ودرجة التعقيد معظم الحالات التي تدفقت إلى مستشفى الشفاء حيث تعمل في رقنا هي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة وهمة ولا تتوفر حتى مواد التخدير ولا مسكنات للأنم فالوضع صعب جدا نحاول بقدر المستطاع تغطية هذه الاحتياجات ولكن حتى الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لا تتمكن الآن من التعاطي مع هكذا أعداد الطاقة الاستيعابية للمستشفى الشفاء على سبيل المثال هي لا تتجاوز 700 سرير الآن لدينا أكثر من 3000 آلاف جريح بالإضافة إلى آلاف من النازحين الذين يتخذون من المستشفيات ملاذا آمنا لهم الوضع نوعا ما فوضوي جدا الفرق تعمل تحت الضغط الجرحى يفترشون الأرض بدمائهم بجروحهم فحتى يعني الظروف العامة على مستوى التعقيم هي تفرد تحديات كثيرة علينا أن ندرك أيضا أن الأعداد الذين توافدوا إلى المستشفيات ما هي إلا غيض من فيض هناك أعداد أكبر للجرحى لم يستطيعوا الوصول إلى المستشفيات بسبب تدمير الطرق بسبب القصف والأنقاض هذا من جانب وهناك لا يزال جرحى على يكون تحت الأنقاض لا سيما مع استمرار عمليات البحث والتنقيب عن مزيد من ناجين أو جرحى فالوضع صعب جدا ويعني نحن لا نعلم ماذا سوف يكون مصير المستشفيات التي هي بالأساس عددها ضئيل جدا ممن تمكن وتمكنت من الاستمرار بالعمل عدد المستشفيات محدود جدا اليوم مستشفى الشفاء هو يمثل الشريان الحيوي داخل قطاع غزة وبالتالي فأنا الضغط عليه كبير لاستيما مع موجات المزوح الكبيرة التي تستمر بالتوافض فالأمر يعني مقلق جدا حاليا حاولت أطباء بلا حدود دعم الفرق الطبية في مستشفى الشفاء وغيرها من المستشفيات من خلال فتح مستودعاتنا وما تبقى لدينا من مخزون من العدد الجراحية المواد والأدوية والمستلزمات الطبية ولكن ما تبقى الآن هو شحيح جدا لاستيما مع عدم دخول ما يدفي من الأدوية والوقود إلى قطاع غزة سمعنا عن قطاع معبررفح ولكن يعني ما دخل إلى قطاع غزة لا يشكل سوى نقطة في بحر الاحتياجات ولا بد من ثبات واستمرارية في وطيرة تدفق المواد الإغاثية لاستيما الوقود لأن المولدات لكهرباء في قطاع غزة تعمل على مدار الساعة 24 ساعة تعمل لأنه لا يوجد أي تزبيت للكهرباء وهذا يعني أنه إذا نفذ الوقود سيكون مصير الآلاف من الجرحة والآلاف من الرضع داخل الحاضينات والجرحة على أجهزة التنفس الإصطناعي ستكون حياتهم في خطر كبير نعم سيدة إيناس يعني اليوم جاء على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني بأن شبح الموت يداهم المستشفيات كما ذكرت بعد قطع الوقود وتيار الكهرباء والماء يعني جميع هذه المؤشرات والمعطيات تؤشر خطرا وشيكا من انهيار القطاع الصحي في غزة فهل لديكم بيانات وإحصائيات دقيقة وأخيرة لحد هذا اليوم حول ذلك يعني عدد حصر عدد المرافق الطبية وحصر عدد المستشفيات التي لازالت عاملة يعني هذا الأمر نحن الآن لا نركز عليه نحن نركز بالدرجة الأولى على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح ونركز على أمن وسلامة فرقنا داخل قطاع غزة والذين نتحدث عن أكثر من 300 عضو يعمل في أطباء بلا حدود فجول التركيزنا الآن ينصب على يعني مساندة الفرق الطبية التي لازالت تعمل داخل قطاع غزة من خلال توفير الإمدادات الطبية من ما هو متاح لنا داخل القطاع نحاول أيضا حشد ما يمكن حشده من المواد الإغاثية وبإنتظار إشارة استماح لنا للدخول داخل قطاع غزة بما في ذلك إدخال الفرق الطبية المتخصصة لأن الفرق الموجودة بطبيعة الحال منهكة فهذا هو التركيز الأساسي بالنسبة لنا ونحاول أيضا أن نضع العالم في صورة ما يجري من خلال تجديد نداءنا لكافة الفاعلين السياسيين وكافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بضرورة التحرك الفوري والضغط على إسرائيل لوقت استهداف المدنيين والمنشآت الطبية واحترام قرار مجلس الأمن 2286 والقاضي بتوفير مساحة إنسانية آمنة الآن يعني داخل قطاع غزة حتى نتمكن نحن من تقييم الاحتياجات على أرض الواقع وهندسة الاستجابة بالاستناد إلى هذه المعطيات نحن نعمل في قطاع غزة منذ العام 2000 يعني أكثر من 23 عاما ولكن لم نشهد مشهدا كارثيا في قطاع غزة يعني الوضع صعب جدا هناك مرضى أيضا يعانون من أمراض مزمنة مرضى غسيل كلا مرضى سكري ضغط قلب وغيره منقطع العلاج عنهم هذه كارثة يعني كبيرة بحد ذاتها لأنه أيضا يجعلنا نتساءل عن مصير هؤلاء المرضى نعم طيب سيدة إنس في سياق حديثك عن دفعة المساعدات التي دخلت عبر معبر رفح يعني هي كما ذكرت نقطة في بحر احتياجات غزة ولكن هذه المواد ما هي طبيعتها هل هي مواد طبية مواد غذائية مستلزمات طبية للمستشفيات ونحن نعلم بأنها لا تكفي لكل الاحتياجات كما ذكرت سابقا يعني نحن سمعنا عن دخول بضع شاحنات إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية محملة ببعض من الأدوية ولكننا يعني إلى هذه اللحظة لا يوجد ضخل الوقود بما يكفي يعني المستشفيات لا زالت تواجه خطر نفاذ الوقود وبالتالي يعني لابد من النظر إلى يعني أن ما دخل إلى قطاع غزة هو ليس العصة السحرية لحل تداعيات كارثية على الصعيدين الطبي والإغاثي الإنساني فلابد من أن يكون هناك يعني فتح دائم ومستمر وتدفق للقوافل الطبية بما في ذلك الوقود يعني في الأيام العادية قبل تقييد الحصار على قطاع غزة كالقطاع يعتمد بشكل أساسي على ما يأتيه من الخارج كانت تدخل مئات الشاحنات بشكل يومي فالآن ما بارك بعد هذه الضربات المتتالية للمدنيين وتضييق الخناق فعشرات الشاحنات هنا وهناك لن تحل المشكلة نهائيا فالوضع لا يزال صعير التدفق اليومي للجرحة يتراوح ما بين الثمانمائة إلى ألف جريح يوميا وهذا يفوق بكثير من إمكانيات الفرق الطبية عيادات أطباء بلا حدود في مدينة غزة هي الآن مغلقة بالكامل أغلقت لأننا بسبب عدم إمكانيتنا من الاستمرار بالعمل عدة ساعات ولكن لن نتمكن لأن الضربات الجوية كانت على مقربة قريبة جدا من هذه العيادات كذلك الأمر واجهنا تحديات كثيرة في سائر المستشفيات التي ندعمها في قطاع غزة مسألة النازحين أيضا هي مسألة مغلقة لأن الضغط على أكثر من مليون شخص بالنزوح من شمال قطاع غزة إلى جنود قطاع غزة هذا يشكل ضغط على الجنوب وأيضا الجنوب ليس بمنأة عن الضربات المستمر ولا بمنأة عن البنية التحتية المتهالكة بطبيعة الحال نعم رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود إيناس أبو خلف شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر